ونتكلم بقى في تفاصيل برضو سواء عننا يعني أو عن بالمراس خلينا نبدأ بالأهلي ونتكلم هنا غياب الشناوي وطبعا علي لطفي مصطفى شبير وحمزة أسماء برضو كبيرة وهارجع نقرر تاني أي اسم محتوط أو منضم للنادي الآلي هو قده ويستحقه وليه كل الثقة فما عندناش قلق ولكن خلينا برضو بحكم خبرة حضرتك يعني بتشوف قوة علي لطفي إذا كانت علي لطفي اللي حيبدأ إزاي خلينا برضو نتطمر إن شاء الله علي اللي سيبتدي طبعا أكيد الثقة بكل الناس الموجودة تعقيبا على كلامك إحنا في العيب كنا معارنا وطلع أحسن لعيب في أفريقيا ومتاخد في أحسن حداشة في الأسكواب بتاع أفريقيا كلها محمد عبد المنام صحيح اللي هو مش من الأساسي بتوعنا صحيح تمام فيعني دي بس تعقيد تتعلينا الخبر ده النهار ده أو أي حد موجود إن شاء الله سيصد طالما بتلعب بالتيشرت النادي الآلي إن شاء الله سيصد هو ده علي روت في الماتشي اللي فات تقلق كان زاد عمار ماف كورتين كانوا ممكن يغيرونا تيكت المباراة منهم واحدة صعبة جدا لتلعبت بالدماغ دي اللي طلعها من تحت العرضة هو نالي الثقة من وقت مصر الأهلي والزمالك على فكرة زمان يعني من كذا شهر خلاص هو كتب اسمه زي ما بتقال كده خلاص علي علي دلوقتي مصنف من أحسن حراس في مصر نقطة مهمة جدا ناس بتفكر فيها دلوقتي أبو جبل لما لعب بعد الشناوي بقى أبو جبل الناس بتتكلم عليه في الثلاث مقشرة الآخر صحيح علي لو موجود مكان أبو جبل ولعب الناس هتتتكلم عليه زي ما بتتكلم على أبو جبل ليه؟ ماهو مش معنى إن هو قاعد احتياطي للشناوي إن هو هجون قليل لا ده هجون كبير جدا لأن الشناوي من أعظم الحراس اللي موجودين في العالم من وجهة نظري دلوقتي في الفترة الحالية في آخر ثلاث سنين تحديدا فلما يقعد احتياطي للشناوي ده معناه إن هو عنده زيه وزي الشناوي كمان لما بجاب اللعب محسناش بفرق هو ده لما علي لطفي إن شاء الله يلعب النهاردة ويتقلق مش هنحس بفرق وهنادي بعد كده إن علي لطفي يكون موجود تعالوا نتكلم مثلا في مواتش الزماليك الثنين واحد اللي كسبناه علي لطفي كسبنا في آخر خمس دقايق صد ضرب الجزاء وكسبنا الجيم والناس كتير طالبت إن هو اللي يلعبوا إن الشناوي يقعدوا كان الشناوي راجع من كورونا بس ده ما بيحصلش بالسرعة